طالب المتحدث باسم وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينين أونروا عدنان أبو حسن بضرورة فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحذر أبو حسن من استمرار عدم السماح بإدخال الوقود إلى غزة لافتا إلى أن الأوضاع صعبة للغاية داخل مراكز أونروا حيث يقترب عدد النازحين من 800 ألف نازح في 151 مركزا مؤكدا أن أكثر من مليوني فلسطيني بحاجة إلى مساعدات عجلة وأن أونروا غير قادرة على تلبية احتياجاتهم